بكرة للصحافة العنوان الرئيسية مركزة على موضوع مهم وهو متابعة سيدة الرئيس لموقف تطوير وحماية الشواطئ حسب صحيفة الأخبار الرئيس يتابع موقف تطوير وحماية الشواطئ والسيسي تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية بأعلى المعايير والأستاذ محمد هنداوي كتب بكرة رئيس يتابع مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بالإسكندرية والسحل الشمالي ويتابع تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية بأعلى المعايير البيئية والهندسية نفس النظام في صحيفة الشروق بكرة بإذن الله السيسي يوجه باستكمال حماية الشواطئ الإسكندرية والسحل الشمالي وزمنا الأستاذ مصطفى المينشاوي نائل عن الاجتماع كلام مهم في هذا الإطار أيضا زمنا العزيز الأستاذ محمد أبو عمرة في صحيفة الوطن توجهات رئاسية بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والسيسي نقطتين تنفيذ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات خاصة في الإسكندرية زمنا الأستاذ إسماعيل جمعة في صحيفة الأهرام حماية الشواطئ الساحل الشمالي الرئيس نقطتين معالجة زهيرة النحر بأعلى المعايير حفاظا على المجتمعات العمرانية والاستثمارات طبعا زهيرة النحر وتأكل الشواطئ دي الحقيقة يعني فيه كلام بقاله كتير يعني متداول في هذا الأمر وده طبعا لازم نعالج زهيرة النحر وتأكل الشواطئ دي الحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها بعض المشاريع يعني خليني بس أخد طالما أنا بتكلم في ده يعني فيه ناس مشاهدين كثر الحقيقة كانوا بيكلموني في فكرة بعض الإرشادات اللي المفروض بتكون على الكباري وتكون على الجسور اللي معمولة دلوقتي في الساحل الشمالي أو في الطريق إلى الساحل الشمالي ولازم الحاجات دي يعني يبقى فيه اهتمام بها شوية فكرة الإرشادات اللي موجودة على الكباري وفكرة كمان بعض الكباري اللي بتبقى فيها يعني منحنة سريعة كده فلازم الأمور تتاخذ بمحمل الجد لأنه اللي حصل في البنية التحتية في الفترة الأخيرة في الكام سنة الأخيرة في مسألة الجسور والكباري وأنك تختصر الطريق من مكان لمكان بدل ما كنت بتروح في ساعة ونص دلوقتي بتروح في تلتي ساعة بدل ما كنت بتروح في ساعتين دلوقتي بتاخذ فيه وهكذا فبالتالي الأمور دي لازم تكون يعني محل نظر ومحل اهتمام على أساس ان المنظومة كلها تكمل بقى يعني فيه ناس سنة اللي فاتت برضو كانت ناس بتشتك من بعض الطرق في الساحل الشمالي وتقولك المشكلة في هنا حتة كذا المشكلة النبي حوارس في الطرق دي في المكان دي بتحصل كتير وحوارس بتحصل في المكان وفيه ناس حصل لها حوارس كتير في هذا الإطار فأنا ما عنديش تجميع بالأماكن أو بالطرق في الحتة دي اللي هي فيها شوية خطورة لكن أنا واثق كل الثقة من اللي نقام ببناء الكباري والجسور ليه التخفيف على المواطن هو من سيقوم أيضا بإذن الله بمرعاة هذا الأمر في الفرحلة القادمة وبتبقى حددك بقى رايح الساحل أو رايح اسكندرية النهاردة الحمد لله رب العالمين احنا بنمشي في طريق اسكندرية كأننا رايحين نوزها ما كانش يبقى حدش في معاناة بقى في معاناة إنين طريق اسكندرية حتى الناس تروح اسكندرية وترجع في نفس اليوم يعني تروح تستمتع الجوة وطريق السحراء وطريق الضبعة وحتى احنا يعني أنا وزميلي إبراهيم الطيب كنا في إسماعليا أول مبارح روحنا اسمعليا بنعمل حكة ده و هنيجي نقول لحضراتكم عليها بعد شوية الطريق ممتح ما شاء الله طريق حلو قوي ونضيف قوي وفي حالة اهتمام متزايد بفكرة إنه أي عقبات نتجاوزها فيها الزبطاء فإن شاء الله بإذن الله الأمور في السحر الشمالي في الفترة الجاية وفي الموسم ده تكون بإذن الله أكثر أمانا